أنا ما لي مذنون أنا ما لي مذنون أنا ما لي مذنون يلا يا عرية يا محلاها الحرية أولي سوريا حرية وبهر وشامينا لا تهتمي برديكي بروح الدر يدير الزرق موندر يدير الزرق يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية وطقم وطبعصية والأسد فقد الشرعية راحية المحسوبية بصورتنا السلمية يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية هل أصبح يتواجه المواطن مع الرئيس في سوريا هل هي سوريا الأسد أم سوريا الحرية كيف يلتقي الذئب مع الفريسة ومن هي الفريسة اليوم هل أصبح أسد الغابة اليوم أرنب الغابة عفوان عفوان أنا مضطر انتحب أنا رئيس يا رجل لحظة يا أخي طول بالك يا أخي لسما قلنا شيء لحظة طول بالك أعزائي المشاهدين يلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الأسد مع المواطنين القادمة من حرستة الحرستانية سعاد تفضل يا أخي هلأ هون بالبداية هنين عم يقولوا أنه بحرستة سقط النظام يا أخي اليوم عم يتقبوا رئيس جديد بحرستة وانت جاية تقلي أنه بدك تضطر تنسحي بيا أخي رود على هذا الكلام تفضل رود في البداية يبدو أني أخطأت بمجيئي إلى هذا البرنامج كان يجب علي أن أبعث أخي ماهر الثفاح ولكني خفته أن يقع من الكرثي أو يثيطر على الكرثي كما فعل عمي رفعت جميل جميل وعندما طلبت من رامي ابن خلتي اشترط لقدومه أن يتشارك بالثبونثر والأرباح مع قناة الجذيرة ويأخذ ثتين بالمية مفكرها ثريتين يا أخي شو مفكرينها مزرعة وأن تتكركو وتضحك يا أخي يعني لا أعرفهم عليك إنت جاي إلى هنا مفكرين هاي القصة مزرعة صر لكم أربعين سنة عم تقولوا مقاومة وممانعة يا أخي هاي المقاومة هاي المقاومة عم تحكي عليها وينها أربعين سنة رصاصة ما طلعت من الجولان تفضل رود على هذا الكلام تفضل رود مضبط في الحقيقة نحن نتخدم العنف مع شعبنا فقط جميل ونمانع أي واحد من الشعب أن يفعل أي شيء مظاهرات أو يعني من هذا وكذا بسبب جيش سلمي نحن جيش سلمي لنحب راقة الدماء ماذا تردين؟ أختيهما يقولون أنهم جيش سلمي يتعرضون للمتظاهرين بالمقابلة يتعرضون مثلا للجولانيين ماذا تقولين من الجولانيين؟ حسنا حسنا بداية أريد أن أترحى معي أرواحي الشهداء وأريد أن أقول عشد سوريا يسقط بشار لا إنتحب لا لا حسنا نحن 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 ماضونا في ثورتنا السلمية نعم وأقول لهذا المسخ لقد فاتك الخطار فاتك الخطار وبيت بيت دار دار لا حنشيلك يا بشار لا 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 يا أخي لا 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 يا أخي يا أخي شو هاد يا أخي طاولتنا هي خليه هون يا أخي طول بالك نعم 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 وأريد أن أقول أيضا أننا ماضونا في هذه الثورة لأننا سنبني سوريا الجديدة من دون عائلتك نعم 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 ن نحن في ثوريا وثوريا لا تشبه تونس كيف تتبنون ثوريا جديدة من دوني؟ لا توجد ثوريا من دوني لا توجد حياتي الثوريين من دوني يا زلمي شو أنت رب العالمين مثلا؟ نعم وفي كل تواضع لم تسمع الأغنية التي تقول ملايين ملايين الثوريين بيعهدوك بعهد الله نبني بلدنا ماكي أسدنا وما نركى إلا لله على فكرة أنا أحب هذه الأغنية كثيرا أضعها في السيارة وأضع الصوت عالي وأدور في ثاحة الأمويين ماذا؟ لا أعرف ماذا أقول لك؟ أسمعني ألم تسمع أيضا ماذا يقولون؟ لا إله إلا بشار؟ فشرت فشرت أنت أنت فشرت فشرت أبوكي إيه لعن روحك يا حافي؟ لا 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 يا أخي أضرب طبيعي أخي يا أهلي حرستا يا أهلي حرستا تفضل رود على أهلي حرستا كلهم قادمين يا أهلي حرستا لا كل شيء الأهلي حرستا أنا أعتذر أعتذر طيب طيب لحظة لحظة خلينا نأخذ وقت البرنامج يا أخي أنت بيع تقول أنه ما في مظاهرات يا أخي تقولوا ما في مظاهرات وبالمقابل من ذلك يعني نرى كل يوم المتظاهرين تنزل تحت الرصاص ماذا ترود على هذا؟ تفضل رود على هذا الكلام يا أخي يعني نحن لا نفضق كل ما يفبرك من قبل القنوات الإعلامية المغرضة جميل هذا الكلام يعني بانين مجثمات مجثمات تشبه أحياء ثورية جميل ماذا ترودين أخي حسنا حسنا نسمع الآن سأتصل بأخي حمودة اللي طالع مظاهرة من نص حرستا وحأرجيك أنه خليك تسمعها لايف هلا جميل سأتصل لن تستطيع لأننا قطعنا كل الاتصالات عن حرستا أخي حمودة معه ثورية الثورية؟ أهلا عن أب الثورية أهلا زلال ألو 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 حمودة حمودة انقل لنا مباشرة حمودة نعم حمودة حافتح لسبيكر يلا يلا أوكي يلا ارحل 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 يلا باي باي حمودة باي رد على حمودة وارد على الحرستة تطيع overnight انتم تريدون ان ارحل؟ أي هم هم يريدونك ان ترحل؟ طيب أنا ارحل ولكن ارحل من هذا البرنامج إلى قصري في ثوريا باي واي لا يا أخي يا أخي الزراع لا يسعني pesticides إذن مشاهدين سواء أذكر وأقول أنه كان اليوم في لقاء حلقتنا الرئيس الراحل بشار الأسد المخلوع الذي ذهب منذ قليل وتلك الحرسانية القادمة من حرسان المتظاهرة سعاد وشكرا لكم وإلى حلقتهم جديدة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة